السؤال اللي بعد كده بيقول أنا عايز أنا عايزة أعرف فرائد النقاب إيه؟ وأنا بجد يا شيخ عايز ألبسه وأعمل بي بس أهلي مش موافقين اسمعي كلام أهلك ما تلبسوش لأن النقاب مش فرد الفرد عليك أن أنت تسترع عورتك سوى الوجه والكفين زي ما ورد في حديث أسماء وزي ما ورد في حديث كمان حديث الطواف أن المرأة لا تنتقب ولا تتذكف وزين لأنه ده طبيعة ستر العورة في كل الصلوات وفي كل العبادات وعلى الرجال الأجانب لأن المرأة تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين زي ما ورد في حديث أسماء فما تلبسوش النقاب واسمع كلام أهلك ليه طيب؟ لأنه ليس فردا وليس سن يبقى إيه اللي حاصل؟ الأصل إن تستري عورتك إيه تستري عورتك يعني إيه؟ يعني تستري بدنك سوى الوجه والكفين فقط أما ما دون ذلك طب حد يقول طيب طب السيدة عائشة بتقول إنه هم في الحج كان إذا مر عليهم الرجال كنا يزدن على وجوههن سدلا خفيفة ده كده حد بيتكسف بس لأنه معروف إنه لو غطت وجهها ده من محذورات الإحرام ده كان بتكسف بس ده عائشة كانت بتكسف لكن محدش قال أبدا إن المنتقبة إن المحرمة تغطي لوجهها ولا تغطي إيديها يبقى إيه؟ ولا تغطي الكفين يعني يبقى إيه زن؟ لا اسمع كلام أهلك ولا أنت محتاجة كل الحكاية بس إن أنت يبدو والله وأعلم أنت عايزة تحسني من أمر دينك وتحسني من أمر علاقتك بربنا وكثير من الناس عايزين يحسنوا علاقتهم بربنا وحسنوا من دينهم فبتبدوا بالظاهر إما بيكون عندهم هم نوع من أنواع عدم الانضباط في الثياب قبل كده فبيحاولوا بقدر الإمكان إنهم ينضبطوا بعد ذلك فيقولوا خلاص إحنا ننضبط بس إحنا كمان عشان عملنا أخطاء فعايزين ننضبط قوي فبيروحوا يلبسوا النقاب باعتبار إيه؟ إن ده هيعوض اللي فات لا ما تعمليش كده إيه اللي حاصل؟ مسألة ببساطة خالص عليك إن أنت تستري عورتك سوى الوجه والكفين واللي أنت عايزة تعمليه بقى في قيامك بحق النقاب اللي هو في الحقيقة هو في حقه لله سبحانه وتعالى على العباد إنهم يتبعوا حضرة النبي في أخلاقه قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم والله نتبعك فيها رسول الله في الأخلاق فأنت حاولي بقدر الإمكان أن تتبع أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تتبع أخلاق حضرة النبي عن إيه؟ كوني رحيمة كوني خيرة عيشي بالجمال في كل حاجة حسني ظنك في الناس قولي للناس كلام حلو تصدقي كمان ما تختبيش حد حاولي بقدر الإمكان أن أنت تعيشي مع الناس بالسهولة والليونة وعيشي مع الناس كمان بأن أنت لا تكسري خاطر أحد عيشي بهذه الأخلاق الكريمة تكوني مع الكريم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم فأنت لو عايزة تكرمي نفسك وتعيشي في الدين بكرامة عيشي في الحاب أخلاق لو عايزة تكوني صاحبة كرامة جاءت من هذا الدين حضرة النبي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يبقى أكرم يبقى أعظم كرامة ممكن يحصل على الإنسان هي كرامة الأخلاق يبقى أعظم كرامة ممكن يحصل على الإنسان هي كرامة الأخلاق مش كرامة السياب لا يا كرامة الأخلاق استياب يساعد آه بس كرامة الأخلاق إن أنا أبقى كده لطيف أبا زي النسمة أبا محبوب أحب وأتحب من الناس أكون مع الناس ألوف الذين يألفون ويؤلفون آه هو ده لكن ما يبقاش إن أنا أصدي إن أنا فيه أنفر بعض الناس مني أو أقص بعض الناس عني وأعتبر إن أنا كده بعمل إيه دي ضريبة العيش مع الله لا ما فيش ضريبة الضريبة إن أنا أكون ألوف أكون مع الناس الناس تألفني وأنا أألف الناس ولذلك النار حرام على كل هين لين سهل هي دي الواجبات اللي عندنا نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن ده ممكن يكون جواب شافي للحضرتك قلتيه سواء بشقيه شق إن أنت عايزة تستري عورتك والشق التاني إزاي أنت عايزة تطوري من أمر قلبك ومن أمر إقبالك على الله ودايماً خلي فيه عبادة تفتح قلبك على مولاك وزيدي من العبادات ولكن أهم العبادات اللي أنت تزديها هي عبادات الأخلاق إيه اللي حاصل؟ يعني كل ما قلبك يكون رقيق كل ما تترك قسوة القلب كل ما تكون مقبلة على الله من باب الحب لأن الله سبحانه وتعالى فيما روى حضرة النبي عن رب العزة وما تقرب إليه المتقربون بأحبة مما افترطوه عليه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوفل حتى أحبه يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى كل ما يزداد الحب في قلبك للخير والرحمة والجمال والمولاكي سبحانه وتعالى ولحضرة النبي أنت ماشى في الطريق الصحيح وأخلاقك هتتحسن وتقبلي على الله سبحانه وتعالى